اشتركوا في القناة ومنها انعدام المدارس والخدمات الاساسية الاهمال الحكومي في بعض المناطق شبه متعمد والفساد عطل معظم المشاريع وهو الامر الذي يعزوه المراقبون الى الفساد المستشري لدى الطبقة السياسية والاحزاب الحاكمة وبالرغم من ان مدينة كربلاء تعد منطقة فيها سياحة دينية تدير لها الاموال الا ان الخدمات فيها منعدمة بحسب ما سجلته كاميرا برنامج مع الناس احنا اول شي شكوتنا على مود هذا المشروع المشروع صال للمفروض المدة مالته ستة شهر فهو صال لأكثر من سنتين المشروع متوقف بالمناسبة حتى صاحب المشروع اول ما راجعنا لعلمود مجلس محافظة واخذنا للصيك ووقعنا بس السيد المحافظ لحد الان ما يرضى يوقع الصيك ولا يرضى يطيل مبلغ على مده يكمل المشروع بعدين هو الشخص غادر الموقع ليش لانه حتى فلوس ما انطوه ثانيا الاجهزة مالته والمعدات طبعا راحا من عنده كلها سيدا اراويكم الاماكل مالته الكابينة مفلشة الاقفال مالته مكسرة الموقع مالته تفلش الكيبلات مالته صارن ظاهريات واي معالجة مائل هين فاحنا هسا نتمنى من هذا نتمنى من قناتكم تنشر هذا الخبر على مود شنو نعرف اشوكت يطونا الصيك اشوكت يوافقوا لي اشوكت او المشروع يجي لحد الان احنا كل شي ماكو المشروع متوقف الخدمات كلها متوقفة ولا مجلس ولا عضو مجلس محافظة اجانا لحد الان ولا قنات غير قناتكم الكريمة اجتنا لهنانا وشرفتنا ومشكورة جدا على مود هذه المبادرة من عندها اللي هي احنا نطمح ان تكون كل القنوات تبادر وتجي لهنانا اعضاء مجلس محافظة بالمناسبة ما راح يجوننا الا بيوم الانتخابات اي شي قبل الانتخابات ما يوصلوننا هاي اربع سنين لا وصلنا عضو مجلس محافظة لا عضو مجلس نواب هسا راح تلاحظون بعد شم يوم او بعد اشهر قليلة راح تصير الانتخابات وهم اول ما يجوننا ويبادرون بهذا الشي شكرا ورحمة الله ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للحي الرسالة يعاني من عدة مشاكل اولا التنظيف مو بصورة صحيحة كل ثلاثة ايام اربع ايام يالله تجينا السيارة وسيارة واحدة ما تكفل هذا الحي الحي نفوسه كل شو واي اثنين التبليط ما موجود ثلاثة هاي الانقاذ الموجودة بالشوارع ما حد يشيلها اربع الكهرباء الكهرباء من تنقطع الكهرباء وصار عطل بالمحولة ما تجي السيارة او سيارة الصيانة بسهولة الا تروح للدائرة و الا تعاني و الا تخابر و الا الا يلا يجون زين احنا هذا المشروع كامل ونسبة الانجاز مالته 85 بالمية يعني عايز بس تبليط وتوصيل الماء للبيوت والمقرنص ويخلص هذا المشروع 85 بالمية يعني باقي بيه من اندخ 15 بالمية 15 بالمية مو هواي يعني شوية اليش ما يطون استحقاقات مدير المشروع يعني المقاول ليش ما يطون فلوسه خاطر يكمل المشروع زين وهذا المشروع من زمان الهير ولحد الان من كان المحافظ امال الدين الهير وهذا هذا الطريحي مدى نعرف احنا شنو وان نروح وان نجي دقينا عدة ابواب رحنا المجلس محافظة رحنا مسؤولين رحنا رحنا ما اكو نتيجة اي نتيجة ما اكو بالنسبة لهذا الحي وهذا الرجال المقاول اهلياته موجودة وعماله موجودين بس فلوس ما عنده يكمل شي سوي شكرا بسم الله الرحمن الرحيم اشكر القناة واشكر الاخوة الكادر طبعا اولا اتساءل للحكومة عامة وليس يعني في محافظة كربلاء في كل المحافظات اردسل اقول السوونا يعني شين اللي انجزوه انه يعني الحصة التومينية هاي صار لها الشهر الرابع الطحين يعني جابوها بالاقراض 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 لحد اخر شي الطحين اربعة شهر طحين ماكو ان تروح تشتري لك تشيس الطحين تشيس الطحين صار بخمسة وثلاثين الف دينار خلني نقول الموظف يعني الموظف يقدر يعني يمشي راتبه فد عشر تيام يقدر يعبر له فد قونية طحين بس الكاسب الفقير اللي عده عربانه اللي يشتغل باجر يومي اللي يومي عشر تالاف دينار مين يقدر يجيب له القونية الطحين او البطل الزيت او بيته اجار يعني هاي حالة يورث لها يعني لازم ان الحكومة تلتفت عليها وجابه الى يعني الخدمات باي شوارع مو بس يعني منطقة الرسالة زيال اي شارع حسب محافظة كربلان محافظة كربلان تكون تزهو يعني تفضل عن كافة المحافظات لحيث شنو لحيث الايمة موجودين منطقة سياحية يراها في كل الاجناس في كل الاجانب تجي وتراها يعني نقول والله عيب والله فشلة يعني محافظة كربلاء ان يكون بهيك صيغة وبهيك صورة يعني والامر لكم وشكرا هنشكر قناتكم بحضور الحي الرسالة طبعا هذا الحي هو اسمه حي الرسالة لا فيلم الرسالة اللي هو فيلم منسي طبعا جميع الانقاط داير ما داير نحن اطراف الحي عبارة عن انقاط وما حرقها وبوقت اذا كان الهوى الشمال كل اطفال وكل النساكلة تغتنك لانه ما موجود طمر صحي ثانيا البيوت العشوائية اللي جانبنا كل واحد مربينا ميت راس غنم ومن الصبح يفترون حتى الحاويات يفلشوها لا متابعة لا من قبل الدولة ولا من قبل الدوار الأمنية ولا من قبل أي البلدية الكهرباء منتهي لا توجد عندنا كهرباء عبارة عن اسلاك متشضية في الشوارع اما الماء اذا انقطع اذا انقطع اربع تيام او خمس تيام لا توجد قطر تمام البيوت اكثرنا الروح المن بالمقطورات نجيب ماء نجيب ماء من الغير حي وانا اشكركم شكرا جزيلا اكثر من خمسين طالب ورحلات مكسرة وكتب تأخير وكتب اكثر الكتب مشققة وماكو صفحات بالكتب والطلاب يعانون من حدها وخوصة ما احد يفتهم من الطلاب بالصف لان اكثر من خمسين طالب ورحلات مكسرة اكثر من خمسين طالب والله احنا ناشد الخيرين اذا يعني اكو خيرين هنا بالشعب العراقي ان يلتفتوا هاي الطبقة المعدومة اللي ما شافت راحة ولا شافت استقرار منذ الخمسة وثلاثين عام ولحد الان راح ولا ذاك النظام جانا نظام بعد اتعب واتعس من ذاك النظام مظلومية شبابنا وشيابنا كل شعب العراق مظلوم وهاي شهداءنا راحة اللي شراحة تبدأ بارد صحيح دفاعا عن الوطن وعن المقدسات بس ماك واحد اللي من الحكومة يستاهل اللي هاي شباب راحة من اجلهم واحنا ناشد شوخنا وعشائرنا ومراجعنا انا لتفتوا للبلد هذا البلد بي مظلومية هواي مظلومية ناس يا عالم البلد بي هواي مظلومية فاحنا هذا كلام وانا الاخوة همعدهم وقعدنا خريجين جاي يشتغلون عماله وعدنا الاستاذ همعده همعده حتشي اذا تقدرون هنانا همتطروحوا نشوفوه حيني هس انت تلاحظ بقبالك يقدر عمريك تقريبا يعني هذا العمر اللي هسان حاليا وذا شتغل بي عماله اذا تنظرها للحكومة احنا بالعراق يسمونها حكومة للأسف هي حكومة لا حكومة ولا برلمان مثل بقية الدول بقية الدول تستحق ان نسميها حكومة وتستحق ان نسميها برلمان او من هالقبيل لان تقدم الشعبها ما يريد الشعب احنا ننفذ الاسم ننطق على بقية العالم كرة الارضية اللي موجود بها حكومات وبرلمانات وكذا شنون طينياء اللي قدمت الحكومة والبرلمان انا بهذا العمر اشتغل عماله قضيت عمري من الجيش العراقي السابق النظام السابق يسمى وحاليا بالعماله واذا شوف انت المنظرك بالك والناس شباب قدمت ارواحها اذا تقدر الصورة وراك ادقوا الباب على هذا البيت قلاش قدمت لك الحكومة من هذا الشي هذا وراك صورة لا تتصورها حتصورها لا تحب الصورة صورها كل الشهداء قدمت باب قلاش قدمت لك الحكومة اجاك واحد دق عليك الباب اكو واحد سألك احنا الحمد لله نشكر عايشين عماله وراضين بس يريد الامان ريد الامان والامان هو منعدهم بيهم وهو ماكو امان منعهم بيهم ترك وشكرا واسمه لاحظة واحدة انا بالنسبة لشغلة الجوازات اذا كامرتك مفتوحة ان شاء الله جوازات كربلة كل من يقول لك جوازات كربلة السهل امر المواطن قل له تشذب انا بهذا محرم شان عدي مجلس بلهواز ريدت اروح اطلع جواز هوا يكون اناس فقرة كل خمسطعش وعشرين يوم اقل شي اللي يطلع جوازهم واللي عدي مئتين وخمسين خلال ربع ساعة ونص ساعة يطلعها فوري شين هالمظلومية هذا وشين هالضحك عالناس واحترام هم ماكو جوازات كربلة فاشلة الى ابعد الحدود وهذا ما عدنا بعد شين نحتي بعد شين يقول شزاكم الله اشتركوا في القناة مو عيب عليهم ما يستحون والله العظيم لو بشر عاد يمشي بالشارع بتقول لها عمي تعال سويلي هاي الميزاني سويلي هاي الكهرباء يسويين الكهرباء لو كل ميزاني يطلعون بعدها مليون دولار الله يحسن ساعة مليون دولار بسويهم محطة كاملة يعني مو عيب عليهم مولدات لحد الان بالقرن التسعة عاش بالقرن الواحد ما يستحون ذولي كافي مباقونا ونهبونا هاي العالم هاي الفقرة هاي البيقولون يسوي كوائي شغلات بس الكهرباء ما اريدها منعدهم ما اريد منعدهم لا خفت الله عليهم لا يذكرون فقرة لا يذكرون اصخام بعونهم دولة ما يستحون والله العظيم ما يستحون يعني لو جيب لك ناجر هاي ألمانيا ناجرها ننطيها فشكم فليس تسوينا الكهرباء تسوينا الاصخام يعني كافي ما عدكم غيرة ولا واحد بيكم عنده غيرة ضمير دين يلزمة اخلاق هاي مو أوربة لا دين ولا 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 يعرفون الاسلام بس عدهم أخلاق عدهم وطنهم يعني اتوا العراقيين ليش يشي ليش ما حال يفكر ببلدة ما حال يفكر بصام وشبعتوا كافي كافي بوقتوا شبعتوا هسا شار عندنا صدام واحد باقوا شبعت بعد ما يشتهي تلعب نفسها من يشوف في البنوس هسا انتبوا كافي ما شبعتوا مليون صدام صار عندنا صلحونا بس الكهرباء عمي بس الكهرباء صلحونا ياها وعيب عليكم ساعة السنة بعشرين يدلكم قرين كافي عاد كافي لمن تحجي اللي الأجر هاي مال ألمانية مراخ شريفة ورئيس بزراء إن أجرها نطيها كم أربع سنوات ونطيها وعيب عليكم أنتوا زليم وغيورين نقولون نحنا مسلمين وإسلام وهنا الدين وهنا الرسول وهنا أمير المؤمنين كافي لو تقتدوا بذرة واحدة وعيب عليكم بزمان صدام الكهرباء أحسن حالكم حال صدام حسين لا والله صدام ممكن صار أرحم من عدكم كافي عاد بعد ما 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 أقدر أعلق شو يشعر لق خلي لعنده غيره براسه يفكر شوي كل إنسان تمر عليها بحياته شغلات يسعينه بس بعدين ينظر يبصور يشوف الله يشوف محمد يشوف علي وين راحين أنتوا والمتوجهين شي سولف لك مضيعين يعني نوعجين نصيح كهرباء نصيح هذا شي ألم أن تريد السولف ألم أن يعني ألم أن نسولف نسولف هل تتوا الطيبين تجوننا تعرضون الحج بس ما غير ينفذون نفذ شي ما ينفذون شي ما ينفذون هلله شاهد نديك بعد سنة نسولف ماكو تنفيذ غير ينفذلنا ماكو شي يعني هذا حي اليوم صار لاش كذا شفت اليوم ظنصال لعشر سنوات هذا الحي عشرين سنة عشرين سنة شوف هذا حي حطه أذن شو حطه أذن طابوقات ومشي من مشي من يجي يجي هنا المحافظ عمي وصل لي هنا لأنه يقل فلوس ماكو يقل مقاول لفت فوالات المقاول ومشي إذا محافظ نفسي يتل محتمد عليه يقل فلوس ما عندك لفت فوالاتك مشي فعلا لفت فوالاتك ومشي كلها أشهاد المحافظ زين هذا حش إذا المحافظ لحنا لما نروح المحافظ يقول هيت لعدل من أقول أنا أقول هاي الشباب كلها أسبق وخلينا ونقول نشكل لله أفضل بسم الله الرحمن الرحيم إحنا مشكلة المادة الغذائية المادة الغذائية الوحيدة كاربلة مضرب مضرب شنه المشكلة مشكلة ملجلس المحافظة مجلس المحافظة مجاي طالب وهسه إلي إحنا سمعنا بالإخبار المادة الغذائية هاي البطاقة التومينية تحولت على مجلس المحافظة الدور شون راح نحصل أنا ما أعرف إلا إحنا من شهر العاشر ما كمات غذائية هسه شون راح نحصل ما أعرف وإحنا يعني مشكلتنا مشكلة هنا يعني كاربلة كلها أما حي الرسالة حي الرسالة هذا من تي ما ما نعرف قصته لا بي مشؤول ولا منتخب يا بي ليش ما أحد منتخب من حي الرسالة ليش إحنا القضية حولت إلى قضية سياسية حي الرسالة ما ما نعرف ليش يعني شنو المشكلة جيش الطحين باربعين ألف يعني ما ما يسأل المحافظ رئيس مجلس المحافظة العظام مجلس المحافظة شنو مشكلتهم يعني ما نعرف الله ليش زي ليش كاربلة زي ليش هاي مشكلة التمن يعني أكو محافظات أكو تمن خوش تمن أما باقي هذا التمن إلا كان أكو تمن إلا كان أكو تمن اللي شفنا يعني سبحان الله هذا ما أعرف ما خلينا يعلاف وينطونا إني ليش يا مجلس المحافظة إحنا امتخبناكم وركضنا وتعبنا شنو مشكلتنا أكو مشكلة ما نعرف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا استعجم بس احنا نريد بس ننقل صورة الحكومتنا المحلية بدان السيد المحافظ أعضاء المجلس رئيس المجلس كلهم هم من هذا المجتمع من هذا المجتمع الكربلاء وكلهم إن بيهم صلة قرابة وإن بيهم صداقة وإن بيهم يعني وصعدوا والله وفقهم لهذا المكان وصعدوا بجهود الناس والخيرين شنو نقدموا ثمان سنوات هاي كربلاء هي المفروض هاي كربلاء الإمام الحسين يدخل لها بالأربعين حسب الإعصائيات والفضائيات تقول عشرين مليون اربع عشرين مليون شنو هاي الجهود والبشر هذا اللي استثمرت المحافظة شنو اللي يقدموا للمحافظة طرق ماكو نفس الطرق طرق يا حسين لحد الآن كل عمار ما بيه مقطع وضعيته تعبانه ازدحامات الصير أذية أذية بأذية يعني ما شفنا شيء ملموس من الحكومات المحلية تروح لهم وقالوا لك ميزانية ماكو تخصيصات قليلة يابة تخصيصات قليلة استثمروا هاي مصانع موجودة في تحوك كربلة بيها أمان من كل المحافظات هسا من كل المحافظات تجي محافظاتنا الجنوبية تلقى بيها ناس تشتغل بكربلة يعني كربلة بيها استثمار كربلة بيها رزق للناس كربلة الإمام الحسين للجميع مو الواحد ايوين ها المفروض هسا أرصفتها مرمر شوارحها مرمر يعني ماكو يعني هسا احنا جاينا لاحظ العتوات المقدسة بيها مشاريع جاي تثمر بيها مستشفيات يعني مستشفيات هسا اكو واحد بالقادسية واكو واحد هنا قريب علينا يوم المدينة الرياضية بس هيكلوا وراح تندثر هم الهيكل مطار واذيه عليها وهي هم يتآكل وينته ولازم ترجع تبني من جديد وصير الخسارة خسارتي وين ها هاي المشاريع وين هم وهذا كل كل اذيه على الدولة كل اذيه على المحافظة هسا المفروض كربلة جنة يعني احنا محسودين الوزير من كربلة رئيس الوزراء من كربلة الحكومة من كربلة كلها محسودين ماكولين مذمومين الله وكيل كل شي ماكو كل شي ماكو حالنا حال هال هالمناطق الغربية اخواننا مو يقولون الشيعة واستلماء واكلاء واصوصاء وشبعاء وكل شي ماكو هاي عينها وتماحد شرطي بمليون دينار وما يكفي لروحة جاي ذاي روح ويجي وعده خمس عوائل برقوبته ولو راح شهيد واندثار وانتعبان زيان الحجد الشعبي الطوهم قطع هم أده عرج على مالة الحجد الشعبي ذوي الطو قطعه ما شاء الله ببرا الحزام يم الطمر الصحي زيان الشهيد يطو يم الطمر الصحي قطعة ارض سعرها خمس ملايين ست ملايين دينار زيان ضحها بدن وهي من يسكن بيها هو احنا حيصار لسب سبع سنوات اثمان سنوات متكامل تسعين بالمية متكامل محد كهرباء ما بيه تروح لي يقول لك انت متجاوز الدور هاذا شلون راح ينصفو يطو اللي ضحها زيان ولب نداء المرجعية وبرع المرجعية تسعية والحكومة هاملته قاني شلون بس نقول انه لله وانه اليه راجعون ولا حياء اللي ما تنادي السلام عليكم انا شد المسؤولين من وزارة التربية ينسوي لنا حل لهاي المدرسة المدرسة صالحة اكثر من سنة بدون عدنا كادر تدريسي وعدنا طلاب اكثر من 300 طالب ما جاي يدامون بالمدارس شنو ذنب هذو طلاب اثناء المطر ما جاي يروحون للمدارس الكوسترات تيجين تنقلنا اثناء الصيف واثناء المطر لا تستطيع العبور على الشوارع احنا ناشد وزارة التربية بان بس الريد رحلات والريد سياج وإحنا عدنا كادر التدريسي وعدنا طلاب هذو الطلاب كلها قدامكم يعني لازم يسووننا حل احنا طلاب من جاي جاي ينداء المدارس تبعد عنه اكثر من 300-300 كيلوات كيلوين من هاي المنطقة وهاي المنطقة اساسية يعني الخدمة لكل الناس عوذوا بالله يا شيطان رجي بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات انه لهم جنات تجري من تحت الانهار يعني المسؤول لو يسوي لعمل صالح يكسب دنيته وآخرته هاي الطلاب خطيئة بدون مدارس هاي صار الكالفانات اكثر من سنة كاملة ما مداومين بيها نقصها رحلات وسياج يعني الناشد الطيبين الناس المسؤولين يسووننا حل هاي المدرسة خطيئة هذو طلاب مظلومين بسم الله الرحمن الرحيم اخي العزيز هاي المدرسة اكثر من المناشد ناشدنا لكن الظاهر قال ليها الواقع الانتخابي يعني هذا المبدأ الاساسي لان هاي الموضوع بالنسبة لصاحبين الارض تبرعوا صار ما يقارب خمس سنوات للمديرية التربية تحاول جنس العقار المديرية التربية تكربلاء تحديدا وبنفس الوقت هذا الحالة لانعاني منها بعد موافقة مدير التربية استاد عباس بعد اللقاءات وانشأ مدرسة بضغوط اعظام مجلس محافظة تبعد عن المنطقة ما يقارب الكيلوين حالها محال المدارس اللي حاليا عبنانا داعانون بيها ويرحون بكوسترات وخطوط يعني العدة اربع اطفال او ثلاث اطفال بالشهر يدفع لخمس وسبعين هاي كاهل المواطن فوق مثل ما يقول حجمة بالاضافة لهذا الشي هاي المدرسة بعد المناشدات وبعد الضغوط اجي اعظام مجلس محافظة ووفر الكارفانات بدعم خاص الظاهر هي التوجيه السياسي بعدها قمنا الراجع ردنا المناشدات ان توصل لكل المسؤولين لكن ما مع الاسف يجي المسؤول بوقت الانتخابات يالله يوفر لك حاجة معينة وفرنا الكارفانات وباقي المستلزمات بقى الرحلات وبقى السياج ومهمولة لحد الان هاي صار خمسة ايام بعد الامطار وبعد رحمة الله نزلت هي ستبشرة عاشور هي ستبشرة بس وفرة الكارفانات بشرة عاشور يعني مو يمهر ولا بقاطحها على العموم فبعد توفيرها لكن المصير شنون المصير هاي السنة صار الكارفانات بالعراء وبالشمس وما وصل اي شي بعد اي شي دعم ثاني اللي هي الرحلات وباقي السياج وكادر تدريسي مع العلم موجود من اهل المنطقة يعني اللي من الناشد مو ما خلينا مسؤول ما ناشدنا بالاضافة لهاي وصلت مرحلة الى ان المسؤول دا يريد يضارب انتخابيا على حساب مدرسة ثانية بارض تجاوز بارض تجاوز انت تمنع عن مواطن ان يمني بالتجاوز كيف تيجي توضع كارفانات باراضي تابع البيت متعب الهذال واصلاح زراعي مو لاجل موقعها يربط بين موقع ثاني احد المسؤولين المستفيد لاجل اصوات انتخابية كافي ممل البلد الى وين تصلون بنا مو لهنا وانتهت بعد كافي الناشد مرجعيا الناشد العتبة الحسينية ولو ما ماعرف بدت تفتح مدارس وبدت بمليون ونوص ومليون دينار يعني ويفروا لخطوط ابن العتبة مملينة هس هنا تعليم مجاني بالعراق اصبح علي اساس تعتبره مجاني ابني دا اشتري له دفاتر ابني دا اشتري له الاقلام خمسين الف دينار على شنو انا اساسا بالبلد وكل شي ما مفتهم من هالموضوع مو الطالب بالضافة المعاناة هاي خمسة ايام ما وصلت خط الى منطقتنا ابو الكوستر يتعذر من حقه منطقة من بعد الامطار ما يقدر يوصلها لكن هاي يهس المنطقة وهاي حاليا نحنا الباحة كان اول باحة المطر هاي ناشفة وارض موفرة وطلعنا القليدر على حسابنا مناشدات تعبنا من مدير ناحية من والاضافات بعد اكثر واكثر اعمدها خمسة للكهرباء تسقط كل ما تهوى رياح وكل ما تسقط امطار واحنا نضال منطقة لا كهرباء لا خدمات لا ترقاعة تجي انتخابات مختار فجأة ظهر لك مختار بالمنطقة ما تعرف من انتخابة والمسؤولين يعرفون الاسباط والمسببات وهاالي المنطقة ما عدها علم تجي تعرف من صار المختار تجاب تشعب المنطقة مدير الناحية هو اللي مصوت له ما تعرفش الموضوع انا ما عندي هدف خاص ويا استاد ابو شاكر ولا عندي هدف خاص ويا اعظام اجز محافظة ولا مرشح انتخابات ولا لي صوت ولا لي علاقة بموضوعكم السياسي لكن رحمه الناس متعبة هاي العالم متعبة يا اخي جزيل الشكر السلام عليكم احنا الناشد المسؤولين على الخدمات المنطقة يعني المسؤول بوقت الانتخابات يجي للمناطق ويفتر يدور اصوات الانتخابية وورا الانتخابات تخلص بعد ما يعرف المواطن وين صار وشنو مهمته شنو شنو اللي يريد شنو المعانات ما لتأحنا كهرباء هاي المنطقة صارنا خمسة ايام وهاي اليوم السادس ما خلينا لا مسؤول لا دائرة المهندس الروح للدائرة ما نلقى استاد علاء مهندس الصيانة ما الحر اندق عليها بالتليفون ما يجاوبنا وهاي حال نحنا كل هواء كل ماهب رياح انطفت كهرباء اربعة ايام وخمس ايام كل ما صارت امطار والله مطار عدكم وصار مطار ووقعت الاسلاك زين انت شنو شنو موقعك انت مدير صيانة الحر بالكهرباء شنو موقعك احنا منطقة شنو ذينبها كهرباء ماكو وخدمات ما بيها شنو المنطقة المسؤول القائم مقام المدير الناحية يدري في هالشغلات نكتب لطلباتها كتبه طلب الروح احنا وزل من المنطقة نلتم والروح ونقعد وما يواجهنا حضرة جنابة بيتها بصف الدائرة ما يجي للدائرة ويواجه المواطن ويقول لش بيك مدير الناحية صار لك ثماني سنين اتناعش سنة مدير الناحية انت وهاي منطقة منكوبة وهي قريبة كيلو وين ما تبعد عن الامام الحر شنو ذا نبنى احنا يعني كهرباء ما عدك خمس ايام تقبل انت المسؤول تقبل لهم ولداتك مش تغلى 24 ساعة وكهرباء المحولة ببيتك ما اكو يعني الريد اننا مسؤول يجي كهرباء اسلاك واقعة بالقاع كهرباء دائرة كهرباء شكبرها صيانة وكادر ما تجي الشي الوايرات من القاع وناشد الطيبين اللي راح ينتقبون هسه المختار الله يروح مبغسان توفى ما شفنا مر الله وحده شفنا وهس المختار الثاني يجعله قائم مقام مدير ناحية والله من عشرته من عمامه ابن عم ابوه وإحنا لا رايدين مختار هذا ولا صار ترشيح للمختار ولا احد ايجا قال اكو مختار راح يصير بالمنطقة ما حسين اللي قال اكو مختار عمره 30 سنة اكو مختار عمره 30 سنة ما كويتش يعني لا قانونيا ولا دائرة تقبل هذا القانون بسم الله الرحمن الرحيم هاي الرشدية احنا احنا كلها نازلة برشدية كل احنا اهل منطقة الرشدية هاي من من تمطر الدنيا ما علي قدر يطلع ومن يصير هوا كهرباء تنقطع من تمطر شوية الكهرباء يقطعوها اربع تيام خمس تيام يا الله تجينا هاي وحدة الثانية بنسبة للمختار يا جهان ابغدسان الله الرحمه كان ما شفنا ممكن بس مرح جميل مرتين شفت آني بعد ما ما كو زين المختار يتنصب غير من قبل يترشع من قبل المنطقة ترشحة وتوقع عليه وتنتقبه مختار ما شفنا ذا كله مجع ممكن عمره 25 سنة ما يجاوز شنو عمّنت هاي المختار هاي المستمسكات تطينا تلعامل هاي المستمسكات ما عدنا أنا أصلا بغدسان ما مره وحدة شفنا وانت هاي جيتني جيتني هاي هاي السالسة زيان هاي من نسبة الانتخابات سألتنا عليها الانتخابات ووقت في الانتخابات يشوفهم ووقت ما كون انتخابات بعد ما يشوف ولا يراوك نفس ولا تلاقي بشارع ما يعرفوك حال ونرجو ناشد المسؤولين يشوفونا شارع هاي المنطقة هاي الرشدية بالذات منكوب ولا أبعد الحجود من كل التجاهات ما يش أنتخب منه اللي أنتخبان شعرف ما من عنده الانتخب يا هل أنتخب بس قل يا وقع لديك واحد نزي كون ابن أبادم تنتخبه ودول هذة والله سيولي شغلة بس تنتخبه بعد ما يشوف خلق تولي أشوفه ولا يريد في عليك نهائيا بس من الانتخابات يجون يفترون يمك ومن تنتي الانتخابات بعد ما يشوف أي واحد ما يدون هاي ونرجع الناشد المسؤولين ناشد مدر محافظة كربلة الناشد المرجعية الناشد الأحزاب الناشد الخيرين بالمحافظة بالوزارة نريد يسووا نحل هذه المنطقة المشكلة يعني نحن طفال نحارين بها والله هذا الطفل عندي خمس تيام ما وصل مدرسة ليش ما قدر لا سير تطلع هاي انتم جئتوا ترى هاي اتهيئت لكم هاي القريدر والله لو ما القريدر شاء ما طبقتون هاي ولا وصلت ونشكركم والسلام عليكم ورحمة السلام عليكم اول شي يعني واحد لازم يذكر احنا منطقتنا يسمها منطقة الرجلية واقعة بالسوادة لكن المشكلة اللي بيها بان اي خدمات ما واصلت لها عبارة عن شنو منطقة منكوبة تباوع بس تنقطع بس تنطر لها شوية هاي الله سبحانه وتعالى ينزلها رحمة احنا نصير علينا نقمة ليش لان لا جهان يقدرون يطلعون لا احنا نقدر نطلع عملنا يوقف بيوتنا النوبة كلها منطقة هي زراعية رأسنا يصير عبارة عن شيح عبارة عن مستنقعات مال ماء تناشدهم يعني تروح للمسؤول يوعدك فتشبوع زمان ان شاء الله واحنا نجيكم نوفر لكم بل كنت ندفن لكم واحنا ننتظر الى ان الله سبحانه وتعالى يسهل يعني ابسط الامور ابسط الامور اللي هي هسه انت اذا من تريد تجي للمنطقة توصل غير توصلك في السيارة احنا لا لابس تشزمة وامشي على مود اوصل المكان اللي يابس اللي هي عود على اساس التبليط ومع العلم هي هاي المنطقة وعدونا المسؤولين بالانتخابات بيان تتبلط منطقتنا وعدونا بيانه هواية امور لكن الحمد لله والشكر ما شفنا غير نصفق الراح بالراح تباوع هاي مدرسة يعني احنا منطقة ما عرف يحتي كلها الكادر من نبينا ما عدنا واحد يعني غريب عدد طلابنا بالمئتين وخمسين طالب ما مستفاد كلها عن طريق خطوط كلها عن طريق يعني تصرف عبارة انت هس حاليا العراق صاير مثل الشيون بطول مال دم يسحبون بس من عنده ما حد من ينطيه والمشتكل يعني لا صحة لا هاي والله الغني اللهم نسأله لا علاها بسم الله الرحمن الرحيم اردناشد الغيرة العراقية اذا بقت غيرة عراقية عند المسولين الموجودين بكربلة وكان بغداد او كان بالخضراء او كان بغير واحد من العراقي اللي موجود اللي انتخبناهم واللي تعبنا واللي ضحينا واللي سونا اشكال اللي من اسمها هذا من اجل هالعراق هذا اللي بقى اشلون الفريسة ياهلي جي قاملتهم منعدها شوية شوية اللي ما بقت هسه يمكن حتى العظام حتى العظام ها ما تنفل شوها فرد نوم هرده قولا شين الذنب هال المواطنين هال الموجودين اذا ما محسوبين على العراق خليقلون هذا ما محسوب على العراق ما محسوب على العراق على مواطنين شوفنه فالديرة فالشي انشيل لها فالمكان يعني خارج العراق نطلع من عنده شين الذنب هال الأطفال هاي اللي موجودة مدرسة صار خمس سنوات متنازلين بيها للتربية زين وصارت هال سموليك للتربية وجابوا قبل سنة هاي الكرافانات شوفوها التوم بعينكم زين وعافوها بدون لا خدمات لا شي لا هاي لا سياج لا رحلات لا شي مع العلم كادر تدريسي كامل موجود من ضمنها 250 طالب موجود هنا اسمه هذا قارب 3 كيلوات يمشي هذا الطفل بالطين وبالمايات وبالبرد وبالاسمه هذا يوصل للمدرسته شين الذنب هذا الطفل زين الخدمات هاي على موضي الكهرباء الكهرباء احنا هاي صارنا 6-6 أيام بدون كهرباء مجرد نص نهار جتنا الكهرباء وانقطعت زين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اعظم مجلس المحافظة رح يختمون دورتهم الانتخابية ونلاحظ خدمات المحافظة من شوارع من بناء تحتية ابسط مطرة تصير محافظة كربلا نشوف الشوارع نسدت بسبب الماء وسبب الأمطار نطالب نطالب المسؤولين عن ملف الخدمات في محافظة كربلا على التحرك السريع ونثبتوا نقاط الأقل تحسب لهم إن شاء الله إذا قدموا هذه الخدمات محافظة كربلا تعاني الكثير شوارعها غير صالحة للسيارات مدارسها تعاني من نقص كبير لهذا نطالب أن يقدمون هذه الخدمات وينقذون هذه المحافظة التي هي مدينة الحسين عليه السلام التي توافد لها ملايين الزائرين بالسنة المفروض لها خصوصية هذه المدرسة المحافظة المفروض يكونك اهتمام بسم الله الرحمن الرحيم اليوم محافظة كربلا تعاني من نقص حاد في الخدمات اليوم مثل ما شاهدون هذه الطرق التي تؤدي إلى مناطق سكنية تعاني من نقص حاد في الخدمات تعاني من نقص في إكساء الشوارع كل الشوارع في كربلا غير معبدة إضافة إلى ذلك التعبيد المناطق كربلا وخصوصا المركز يعود لحقبة زمنية سابقة ولا فضل لمجلس محافظة كربلا في إعمار مدينة كربلا اللي يزورها عشرات الملايين سنويا هذه المحافظة تعاني من نقص حاد فيها الخدمات واللي نعمل بالحكومة السابقة اللي إن شاء الله تتغير نعمل بأن تنظر لمحافظة كربلا نظرة كمحافظة مقدسة يزور العشرات الملايين من الناس إحنا نعاني من الخدمات يعني منطقة كاملة لا واحد لا مسؤول إجيقال خلنا نسوي لها مجاري لا واحد إجيقال خلنا بلطنهم الشارع هسا مو تبليط سبويس خلت دفنون الشارع وسوونا سبويس يعني منطقة هاي أطفال بيها تروح للمدارس شن يذنبها يعني ما يقدر واحد ينزل نفسه ويجي للمنطقة ويقلهم يا بي راح أسوي لكم مجاري راح أسوي لكم خدمات بيها الطب الفرع الجهار يرحوا للمدارس الطب الفرع الما يواصل للركبة يعني قوة يوصل للمدرسة يعني ما معقولة دولة ما تقدر تسوي لها منطقة ما معقولة يجي واحد مسؤول يقول يا بيتم شن معاناتكم قلونا شن معاناتكم يعني إحنا البارحة نشن لهذا المقطع أنتم ما تدرون يا منطقة يعني منطقة فريحة ضايعة بكربلة ثلاث كيلوات عن الولاية ثلاث كيلوات عن المحافظة ما يعرف واحد يجي يقول يا بيتم خلنا شوفهم خلنا شوف شن يردون هاي المطرس سوت بيهم والبيوت وقعت الما يوالله العظيم بالبيوت واصل وين للركب أكو ناس شالو يعني شالو من بيوتهم ولحد الآن الماي موجود وهس راح تشوفونا ببيوتهم عود نريد شوي المنطقة تشوف حتى نطلع لهم الماي يعني ببكت الانتخاب الانتخابات يجيك يركض شن تريد أنا بخدمتك حاضر صار خلصت الانتخابات ما شفنا وجهه ما معقولة ما يقدر يسوي بطاقة التومينية بطاقة التومينية صار أربعة تشهور ماكو شي شناكي ش نشرب وقالوا ليش أكو بوق وليش أكو نهب ليش أكو تسليم ماكو بطاقة ماكو وإحنا فقرة وين نروح بل كتوصلوا صوتنا للعبادي وكرهبا ماكو وهاي الخيصة ظال الله هنا يبقوا بالشوارع وغاطين إلا بلامة شلون بينهم هم دارس بعيدة وإحنا ناس فقرة وناس معوقين وناس قاتلنا بالحجد الشعبي ونقصت رجلنا هاي بالحجد وين نروح وكمية ماكو صار أربعة تشهر الفقير وين يروح يا أهل الله ماكو حكومة يلا أهل السؤال يلا يلا الشيخ هاي صورينا هاي بلعاكو بروح حمك صورينا هاي زبالة بلعاكو هي بروح حمك إحنا بعد الأمر نشكر الأخوة اللي إيجوا ويصورون باعتبارهم أول ناس إيجوا وصوروا وشوفون ويطلعون على هاي المعانات هم الشباب اللي بالقناة وجزاهم الله خير ونشكرهم جزيل الشكر هذا بعد الأمر الأمر الثاني بالنسبة للمعانات على كافة المستويات ما نقدر يعني شني نبدي وبمن ننتهي إذا المصور الله يحفظه يصور هسه الزبالة هاي الموجودة أجلكم الله هاي الموجودة هاي قبالي طبعا البلدية ما شاء الله هنا معدومة عدنا البلدية نهائيا ماكو بلدية عدنا وهاي الأنقاض الناس محتارة وين توديها هذا أولا الثاني شيء هاي الأسلاك هاي الضغطة عالي كله نازل وكل ساعة مقطوم هسه كل بأكثر من قطع هذا الضغط العالي ونعاني من هاي المشكلة وإذا خابرناهم قلنا هلا ما تقتلوا فريحة بعد ثلاث كيلوات عمو 86 شارع المعامل تعالوا سوي الكهرباء قالوا أنتم منطقة متجاوزة خلو العراق كلها متجاوز احنا شون نشيل ونحطه بغير دولة ما نعرف هاي هاي معانات الكهرباء معانات يعني معانات يعني تأذين من عدها واي تأذين من عدها بنفس الوقت المجاري هاي المنطقة تخلم من المجاري نهائيا لا هم ما حاطين مجاري ولا هم ما يجيبون مثلا سيارات في وقت الإزمة سوقت الشتاء يجيبون سيارات تسحب هاي هم نعاني من عدها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الولد اللي هم أجوا وجزاهم الله خير ومشكورين على هذا اللقاء هواي مشكورين وإن شاء الله صوتنا يوصل وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى من فوق يوفق الناس اللي تعاني اللي جاي الساعد هاي الناس اللي جاي تعاني وجزاكم الله خير اشتركوا في القناة 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 لا تبليط بالنسبة للتعيين حتى بالنسبة للتعيين اذا يلقون افريحة كأنما ان الموضوع انت مو بكربلة خصوصا ولا محسوب على كربلة ولا مجلس محافظة كربلة فاحنا نطالب من المسؤولين خصوصا بمحافظة كربلة اللي صعدوا الى مجلس محافظة كربلة اللي انتخبناهم بالدورات السابقة فانطالب منعدهم اني يردون حقنا حقوقنا اللي مهدورة صار هنا اكثر اكثر من عشر سنوات بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية نشكركم انتم لان القناة الوحيدة اللي زارت هاي المنطقة وطلعت على همومها هتشوف الحال انه الشوارع منتهي بالنسبة هاي للخدمات منتين منها اضافة لقطاع الشباب للساحات الاحتناب القطاع الشبابي يعني تكسب الشباب انه اغلبية الساحات اللي صارت هنا وزارة الشباب اقامت منشاها مركز مدينة يعني اختصت مركز مدينة الاطراف ما لها شغل به يعني عندنا ساحنا ترابي المطر يعني نهاها تشوف الشباب لاك خدمات لاك احتناب الشباب اضافة الى عامل الشباب يعني انه تعتني بيها من خلال الشغل وظيفة الشهادات اي احتناب قطاع الشباب ما اكو اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة